صوت القراء يناديكم نور على مر الزمان تألقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب من ألن نعن به من مورد لمن استقى قد صاله رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدى وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجام تدابرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن راتل آيه فالكل أنصة للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لا استبحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا حافظة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كينا نضرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعليه حكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كينا نغرقا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر